تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 332 قضية تموينية بمضبوطات بلغت قرابة 75 طن مواد غذائية وغير غذائية ففي مجال الحجب والاستلاء على السلع الاستراتيجية واستلع المدعومة تم ضبط قرابة 15 طن مواد غذائية وفي مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائية وغير الغذائية تم ضبط أكثر من 28 طن أما في مجال الحجب والبيع بسعر أزيد لمواد البناء فقد تم ضبط 32 طن اسمنت وفي مجال قضايا المخابز تم ضبط 419 قضية من بينها 100 قضية خبز ناقص للوزن وأربع وثمنون قضية خبز غير مطابق للموصفات أما في مجال ضبط مخالفة التلاعب بمنظومة توريد وتداول القمح المحلي فقد تم ضبط 14 قضية بمضبطات بلغت أكثر من 402 طن أقماح محلية